الاستقرار المعاشي باتواقعاً صعباً ومريراً يواجهه النازحون في شتى مخيمات النزوحة لا سيما وأن النزوح طال عشرات الآلاف من الأسر لأكثر من ثماني سنوات ويدخل عامه التاسع وليس من بادرة تلوح بالأفق لإنهاء الحرب أو إعادة النازحين لموطنهم فيما الخيام المتواجدة لا تفي بالغرض المطلوب لأدنى مقومات العيش وقد سبق وواجه النازحون أعد العوامل الطبيعية القاسية مؤخراً برزت مشاريع مستدامة قدمتها مؤسسة عطاء المرأة الكويتية للنازحين في مأرب منها عربت تيك توك ومثلت سبل عيشاً وفرت للكثير من الأسر النازحة مصدر دخل وحياة آمنة إضافة إلى تقديم مئة منزل من الكرفانات لذوي الإعاقة حركياً في مخيم الجفينة والتي خلصت المستفيدين من الإجارات والسكن الشهرية المرهقة المعاناة التي يعانيها النازحون هنا في مأرب شكلت عنصر ضغط شديد جداً خاصة أن الخيام المهترئة والضعيفة كانت شكل عائق أمام النازحين في الصيف حرارة عالية في الشتاء برد وصقيع شديد حاولنا نحن من خلال تقديم دراسة المشروع أن نقدم دراسة المشروع يوفر سكن كريم للأسر النازحة والمحتاجة فتم بفضل الله سبحانه وتعالى قبول هذا المشروع لدى الجهة الداعمة وتم إنشاء مدينة عطاء الكويت السكنية في مخيم الجفينة العليا مدينة فيها مئة وحدة السكنية تتكون كل وحدة السكنية من غرفتين ودورة مياه ومطبخ مجهزة بكامل التجهيزات الأساسية مياه صرف الصحي كهرباء الجريح عبد المغن ناتي واحد من هؤلاء المستفيدين الذين حصلوا على منزل آمن داخل مخيم الجفينة يقول أن حياته كانت صعبة وهمومه كانت تتعاضم من يوم لآخر كونه تعرض للإعاقة وليس لديه مصدر دخل مناسب يعيل إسرته إضافة لتكاليف الإجار التي كان يدفعها داخل المدينة بالإضافة إلى متطلبات المنزل في ظل غلاء المعيشة فيما استطاع التخلص من أكبر هم كان يثقل كاهله بعد حصوله على منزل مناسب حال لا يختلف كثيرا عن باقي أقرنائه من دول إعاقة من النازحين في محافظة مارب نشكرهم الشكر الجزيل نشكر دولة الكويت وفريق عطاء حيث ومخففوا على نعب الإيجارات وقد أصبح الكرفانات هذه أفضل وأحسن من الخيام والعروش وهذا شيء طيب ومتاز ويعتبر علاج نفسي لأخوة ذوي الاحتياجات الخاصة تتضاعف معاناة النازحين كثيرا ومعه تستغل وضعهم العديد من المنظمات العاملة في مأرب بإقامة مشاريع وهمية لا يستفيد منها سوى العاملين في تلك المنظمات باستثناء المنظمات التي يلمس نازحون أعمالها في مخيماتهم فالكثير من الأسر النازحة لم تعد بحاجة للعودة لمنازلهم الأصلية فقد تكيفوا على العيش في هذه المناطق وباتوا بحاجة ملحة للاستقرار وتوفير السكن آمن ومشاريع مستدامة تضمن لهم حياة مستمرة ومستقرة حصول دول إعاق على مأوى مناسبا يعد حلما كبيرا في حياتهم يخفف كثيرا من ضغوطات الحياة وتبعية النزوح بما في ذلك إجار المنازل في المدينة في وقت تنعدم فرص العمل التي تناسب وضعهم الحركي عبدالعالم نحن لقناة اليمن اليوم من مخيم الجفينة مأرب